حياة الاقتصادية بسبب كورونا وما لاحقه من تابعات على شرائح مجتمعية عدة أسفر عن تزايد المطالبات برفع الحظر الشامل الأمر الذي دفع الإدارة المحلية في السليمانية إلى تخفيف إجراءاتها لتبدأ أولى خطوات التعايش المشروط مع فيروس كورونا لحين القضاء عليها فرقنا مستمرة بمراقبة السوق وبواقع 38 فرقة بمختلف الاختصاصات لمتابعة الإجراءات الوقائية ومدى التزام الباعة والتجار بالإجراءات الاحترازية أي مخالفة أو عدم التزام تفرض غرامات عدة أثر على الجميع هذا الفيروس فقد تضرنا كثيرا التسليلات المقدمة اليوم جاءت بشروطة بالالتزام الصارم من ناحية الوقاية من أجل تحقيق التوازن بين لقمة العيش وتعليمات الحكومة بالكفوف والكمامات طبق أهالي سليمانية تعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا والتي أعدت جملة إجراءات إلزامية خاصة في الأماكن العامة والأسواق أرجو من الجميع أخذ احتياطاتهم خاصة مع زيادة المخاوف من الفيروس فتحنا محلنا في السوق من أجل المعيشة وكما ترون نحن نرتدي الكمامات والكفوف والمعقب موجود وحذرين في عمليات البيع والشراء الحكومة خففت الإجراءات بسبب معيشة المواطن ولكن لكي لا نكون ضحية تهاون البعض نحتاج إلى المواجهة من خلال الوقاية الدائمة فحماية نفسك هو مساعدة للكوادر الطبية وجهودها المتواصلة التعايش الصحيح مع الوباء يكون بنشر الوعي الصحي وتعقيم المستمر والابتعاد عن الزحامات فعكس ذلك سيكون التعايش عبارة عن انتحار السيل عماد العراقية الإخبارية السليمانية